المعروف والمتدول أنه موجود تقوب سوداء في الفضاء إذن أشنا هو التقوب الأبيض؟ بشتحلل التقوب البيضاء لا بده ضروري أنك تكون فاهم وعارف ما معنى التقوب السوداء وإلى أول مرة كتسمع بتقوب أسود شوف هذه الحلقة وهذا الفيديو رأيش رحتم بالتفصيل باختصار التقوب أسود هو جسم ضخم خلاق مرس سوبر نوفا اللي هي انفجار نجم من اللي كيموت وفيه كتنهازم جميع قوانين الفيزياء السباب الجاذبية القوية الغير مفهومة فيه بحيط الجاذبية في التقوب الأسود لا لديه نهاية وبالوأحتي تصحل في اقمار كواكب نجوم ملع وحتي دومة كيف لا lavender منها ومستحيل شي شي تترمو من التقوب الأسود لدرجة تقدر ان التقب الأسود يتحكمني لك في مجرة كاملة الآن التقوب الأبيض هو عكس التقوب الأسود كل شي يعمل في الاتجاه المعاكس للتقوب السوداء وكما لا يستحيل جسم يهرب من التقوب السوداء سيكون مستحيل جسم يدخل للتقوب البيضاء والعلماء يوصفوا التقوب البيضاء على أنه هناك عكاس زمني للتقوب السوداء بحال أن لا ترى فيديو هذا الشيء الذي يتمشى عادي سيضع له الأنفاس لكي يرجع من الأخير للفيديو للأول يعني التقوب الأبيض هو التقوب الأسود معكوس واذا عمرنا أن يضعنا التقوب الأبيض؟ لا، ما عمرنا إذن كيف عرفنا أنه كان؟ بسبب النظرية النسبية اللي شرحت لنا كيف يخدم التقوب الأسود فهي أيضا كتقول لنا كيف يخدم التقوب الأبيض أوكي، أشن كتقول للنسبية العامة حول التقوب البيضاء هي منطقة افتراضية من زي ما كان ممكنش تدخل لها من الخارج عكس التقوب الأسود يعني التقوب الأبيض هو لما خرج ديالشينافق ديجا دخلت ليه من بلصة أخرى بالمختصر هو التقوب كيخرج فقط ما كيدخلش يعني عكس الأسود في كل شيء كيقول روفيلي لقد صغرق فهم التقوب السوداء أربعين عاما ولكن الناس لم تركز على التقوب البيضاء إلا مؤخرا إذن كتذكر التقوب الأبيض هو المعاكس الزمني للتقوب الأسود يعني هو ضده في كل حاجة مثلا التقوب الأسود كيدخل ما كيخرش الأبيض كيخرج ما كيدخلش الأسود كيجرب الجاذبية ليلو أما الأبيض كيبعد أي حاجة قربت له إذا ما زالت تليسكوب مصورت التقوب الأبيض كيفاش متأكدين أنه كان؟ شوف إذا رفضت فكرة التقوب البيضاء ركبت ثلاثي نظرية النسبية العامة كاملة إذا حسب النسبية العامة التقوب الأسود إلا موجود رهمية في المئة خاصة يكون عنده التقوب إنعكاسي دياله وإلا منطقيا ممكن أن تعرف أن التقوب الأسود كان في سنة 1967 فاشتبتوا أن التقوب الأسود موجود بشكل تلقائي يظهر أنه إنشتين على حق لابد من وجود تقوب أبيض معاكس لكل تقوب أسود بحل الأعداد كما كان الموجب والسالب أو أي عدد موجب يقابلوا عدد سالب بنفس القيمة بشكل عكسي بالعربية كملخص أي تقوب أسود لاسق معه تقوب أبيض خارج في جهة أخرى لماذا كانت تقوب البيضاء منسية ومعندش هذا الكمل الاهتمام إلا مؤخرا حيث كانت نظرية غير متبتة عكس تقوب السوداء كنا كان درسوا تقوب البيضاء عن طريق معادلات إنشتين بدون شيء مرموس ولكن دراسها الفعلية بدأت سنة 2016 حادثة الشهيرة هذه الأشياء عتقامة الغريبة علماء راحضوا وجود عدد هائل من أشياء غاما في الفضاء وهذه الأشياء نغم الموكة تجيب بعد السوبر نوفا دير شي نجم ما هو غريب أن منبع الأشياء لم يكن فيه سوبر نوفا بتاتا فمنين جاءت هذه الأشياء غاما هنا بدأ جديا القول أنها خرجت من تقوب أبيض بمعنى شي نجم من ألاف سنين انفجر وقعت له السوبر نوفا الأشياء غاما ديالو اللي جاء من الانفجار صرتها تقوب أسود دازت ألاف وألاف سنين وخرجت من تقوب الأبيض حسب النسبية راح أي تكون لتقب أسود بعد السوبر نوفا يخرج معاها تقوب الأبيض ديالو اللي وجود في جهة أخرى بمفهوم لي كيكلو الإنسان كيخلف طواله فما الإنسان هو التقب الأسود والمخرج ديالو هو التقب الأبيض وبالتالي أي إنسان خلاق عنده فم راح عنده مخرج فنفس الشيء تقوب في الفضاء عشان هي طبيعة زمن في التقوب البيضاء كما قلت لك فيزيائيا تقوب الأبيض العكس في كل شيء ديال التقوب السوداء يعني لكي تقوب الأسود هو المستقبل والزمان فيه ويattiد زوقها مقارنة مع الأرض بإن الأبيض العكس الأبيض لديه مفهوم الماضي فالانفي الوقت يعني الان نسبية تقول أنه الدخول للتقب الأسود تساوي تسريع الزمان يعني ستدخل دقيقات ما ممكن تلقى الأرض ثلاث سنوات وسنوات يعني الدخول الأسود هو الدخول للمستقبل فالتقب الأبيض العكس اللي ستخرج من التقب الأبيض يعني ستخرج راجع للماضي وم blooming اعتبار أن المصار بين الأسود والأبيض والتقب دودي ممكن مدم تعريف التقب الدودي أنه غير نقلك الزمان الآخر ولكن يجب أن تعرف أن التقب الدودي أيضا مشرد حبر على الورق والنظرية مبنية فقط على معادلات رياضية ولكن بالفعل إذا سقطنا هذه المعادلات على النافق بين التقب الأسود والتقب الأبيض ستقدر تصدق أنه بيناتهم تقب دودي لدعم هذا الشيء هو أن تعريف التقب الدودي هو معبر ينقلك من زمان ومكان معين إلى زمان ومكان آخر بعيد تماما والتقب الأسود تجعله كريحة للمستقبل وتخرج من التقب الأبيض كريحة للماضي ومن يقلنا أن التقب بينهما نعكاس لبعضهم ستفهم بأن التقب الأسود تقدر تدخل له وتخرج منه مستحيل والأبيض تخرج منه وتدخل له مستحيل حسنا لديك أسئلة بهذه الخصوص أنا أعرف ستقول لي إذا تلاقي تقب الأسود والأبيض ماذا سيغلب قبل أن نجاوبك سأخبر أن التقب الأسود سيطلق مع تقب الأبيض ثلث تقب الأسود آخر ممكن ولكن بشيطلق مع ديالو مستبعد حاليا المهم يطلق تقب الأسود والأبيض لدينا معضلة هنا بحيث يطلق بيجيتة مع جوكو واحد عنده قوة هائلة في الجديوية وحش الفضاء والثاني عنده نفس هذه القوة مع كوسة وكي يترضى بها الأجسام من أنها تقترب له تكونوا يربح الجواب هو لا شيء كي يوقف طريق وحش الفضاء تقب الأسود سيبتالع الأبيض وبه سيكبار وزيد القوة لا شيء في الفضاء في الكون في العالم كما كان سيقاوم الرعب الأسود مونستر تقب الأسود ولكن إذا ابتالع الأسود الأبيض ودخلت شيء حاجة في تقب الأسود دل هاتك الأبيض المبتالع فين سيخرج ذلك الجسم الذي يدخل حيث الأبيض المبتالع الأجوبة متعددة ولكن الأقرب والصحيح أنه سيضربح لطريق الصيار سيخرج في الكرش دل تقب الأسود اللي ابتالع وسيوصل إلى تقب الأبيض تل هاتك الأسود اللي ابتالع